أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الودادي زكي العطر صاف الروح عاذبا كماء المزن يسقي كل وادي مشاهدين الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم في قناتكم الأنيس الفضائية ومع برنامج رسائلي الذي يأتيكم دائما في نفسي التوقيت وفي هذا الشهر المبارك الكريم عدنا الكثير من الرسائل والكثير من الأمور لحبنا نرسلها إليكم من هذا الموقع بحول الله تعالى كما يعني دائما أشير أنه البرنامج يفتح لكم المجال أنه أيضا ترسلو لنا بسائلكم استفساراتكم واستشاراتكم بحول الله تعالى اليوم حبيت نتحدث عن موضوع يعني جد مهم يهم الشباب يهم الفتيات العائلات وهي مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت لو نشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وعلاقتها مع الفتاة أو مع الشاب فإنه رح نشوفوا أنه علاقة وطيدة يعني إذا تدخل الأم أو تدخل الأب فرح ينشب وحد العراق يعني في المنزل وحد صير يعني قائمة لا نهاية لها علاش؟ لأنه اليوم البنت ولا تتقضي ساعات طويلة مع الهاتف تحة وتنزوي عن العالم الخارجي يعني رحي بعيدة تماما فإحنا ذو كما نذكروش فقط الجانب السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي علينا أن نذكر أنه هذه قصة مواقع التواصل الاجتماعي هي قصة إما أن تكون قصة دمار وإما أن تكون قصة عمر إذا تحدثنا أنه هي قصة يعني عمر نذكر الإيجابيات تماما واقع التواصل الاجتماعي والأنترنت اليوم رحي تقدم لنا خدمات يعني مجانية تقدم لنا دروس يعني في شتى المجالات أيضا تسهل لنا المهمات الصعبة بكبسة زر يعني يأتيك كل شيء جعلت أيضا العالم يعني قرية صغيرة اليوم أنا راني هنا في الجزائر وعندي قريب يعني بعيد في فرنسا أمريكا فلسطين سوريا يعني نقدر نتواصل معه فهذا يعني شيء جميل من إيجابياتها أيضا اليوم الدروس التي تقدم في الجامعات الكثير ممكن ما يقدرش معه يعني كل واحد على حسب الظروف وأنه ما يلتحقش يعني ممكن بمحاضرات الجامعة فهو ممكن أنه يتلقاها من عند الأستاذ الآن أيضا رحي دورات إلكترونية تقام وشهادات تمنح ليديروا هذه الدورات فهذا شيء جميل والكثير والكثير يعني من الأمور الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي لكن خلونا أن نركزوا على قصة الدمار في هذا الجانب لأنه لما تحدثوا على الشيء الإيجابي فهو موجود ولكن أنا راني يشوف وأكيد الكثير ويشوف أن الشيء السلبي هو الذي طغى على الشيء الإيجابي الآن مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك الباحثين أنه إذا ريحت أكثر من خمس ساعات مع هذه المواقع فإنك تسمى مدمن أجل مدمن تخيلوا حينما نريحه يعني نكونوا صراحة نكونوا صراحة مع بعضانا أنه راني نريحه أكثر من خمس ساعات في اليوم ذو كان أيضا مع هذا الحجر الصحي ورانا في شهر رمضان المبارك الواحد يقعد من اللي يرفض التليفون يقول لك أنا ذو كانت صفح فقط شوية يلقى روحه في ثم ساعات عشر ساعات والمشكلة أنه لما ترفض الهاتف التاعك خلاص راح تفوت في واحد الحالة كما يقول لك خارجية عن العالم الخارجي يعني ما توليش مرتبط أو تتواصل مع العالم الخارجي حتى أنه لما تكون مثلا يعني تمسك الهاتف التاعك أو تجربها حتى مع نفسك لما تكون تتحدث معه ليره ومريح قدامك ما يكونش ممكن يسمع لك وما يعطي لكش الانتباه التاعه ما يعطي لكش التركيز التاعه فإذا أردنا أن نتحدث نتحدث عن مراحل الإدمان أو أنواع الإدمان فهي كثيرة كثيرة ومتعددة أول حاجة الشراها الشرائية الآن مواقع الانترنت أو التواصل الاجتماعي راح يتقدم لك عروض بيش تشري ألبسة أكل وما إلى غير ذلك كان واحد إيطالي قام يعني بعدة ديون من مواقع التواصل الاجتماعي يعني الشراء ما كان الحاجة ليشوفها يشريها في آخر المطاف وصل به الأمر أنه انتحر أعلاش لأنه مقدرش يسدد الديون التاعه أيضا إذا قلنا عن مواقع التواصل الاجتماعي أنه تخليك تروح تشوف المواقع الإباحية وهذا ما يعرض على شاشة الهاتف يعني ممكن برضاك أو بغير رضاك تروح تفوت هذه المقاطع وكي الإنسان يضعف أمامها فرح يكون عنده إدمان لهذه المواقع والعياذ بالله أيضا شراهة البحث أو الإفراط المعلوماتي الإنسان لما يدخل لموقع يحوز يجبد معلومة يلقى رحه يتتبع تلك المعلومة ويروح ممكن حتى يدي معلومات لا فائدة منها يعني ما يشرح تفيده أنا أخذ ما أفيده كما يقولك ونخرج يعني سالم خلما نقعد من ريح ثم نتبع في محرك البحث يقودوني ممكن لأشياء يعني رح تخضب ربي سبحانه وتلك الأشياء رح تهلكني وما يشرح أتفيدني لذلك مواقع التواصل الاجتماعي الآن يعني سببت الكثير من الدمار وسببت الكثير من الإحباط النفسي الذي يعيشه الأفراد اليوم وهذا راجع لأمور كثيرة الفتاة لما قلت العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والفتاة هي علاقة واطيدة لأنه الغياب الأسر أو غياب الوالدين فهذه الحالة هو اللي أثر على الفتاة نحن ما نقولوش نراقبوهم أو نقولوش نكونوا حراسة عليهم وما يجب أي حاجة تديرها رفضة التليفون ونروح لها وش رك يديري في الهاتف كذا من نامل إثلالة أنا علي أن أرافق البنت التعليز ونشوف وش راه تتصفح مع من راه تتحدث مع من راه تتكلم وش من المواقع راه تتزور فيهم ماشي أنا نروح نريح نرقد وخلي بنتي تبات صهرانة مع هاته المواقع التواصل الاجتماعي الأمر الخطير الآن أيضا حدثت به الأمهات قالوا يعني أنه ما همش يفهموا على البنات التوحهم معلاش لأنه رام يستعمل واحدة المصطلحات هي مصطلحات الدردشة وليت أنا لما نريح مع بنتي ما نفهمهاش تجيب واحدة المصطلحات حتى نعش نقولها وش رك يتقذي بهذا الكلام يعني مع مرور الوقت ممكن اللغة العربية يعني تروح لهم حتى اللغة ممكنة الدرجة تروح نقولونها درغر بمصطلحات الدردشة وما إلى غير ذلك الآن لما قلت أنه غياب الأم أو الأب سيؤثر على البنت لازم أن نرافقوهم ونسوفوا وش راهم يديروا في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا علينا أن نترك المحادثة ونترك المواقع التي لا فائدة منها علش أننا نروح نتبع ناس ما مش يمدوا لي في إضافة ما مش يقدموا لي في أشياء اللي تساعدني في حياتي فقط رمي يديروا لي الهم أو ممكن يضيعوا لي وقتي ورمضان هذا قولوا هو فرصة للإنسان أنه يبتعد قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي تحكي أيضا فتاة قالت أنه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فقطت جدة تعي ولم أرها أمي أيضا مرضت وبعدها ماتت وأنا رحضت أنه مريحت الشوما مخذيتش ذاك الحنان وذلك العطف اللي لازم نعيشه في تلك الفترة شوفوا يعني الأمر الخطير اللي وصلنا له الإنسان ممكن يستاهين بهذا الشيء أنا حبيت فقط يعني أوضح أو أضع فقط الحروف على النقاط على بعض الأمور يعني ركزت عليها لم الوقت ممكن لا يستعبش يعني نتحدث بشكل مطول أو مفصل في هذا الموضوع لذلك علينا أن نرافق أولادنا وأن نرافق بناتنا ومن خلوهم شريحوا حدهم مع هذه الشاشات أتاكم خطنا حباً وود طيب رسالة اليوم كما قلت لكم أنه دائماً إحنا نسعى وأن الرسالة تكون عندها علاقة بموضوع الحلقة وبما أنه موضوع الحلقة اليوم هو التواصل الاجتماعي وعلاقته مع الشباب والفتيات فهذه المرسلة لهذه الرسالة سأقرأها عليكم الآن هذه الفتاة تقول أنا يعني من بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة الإدمان ودائماً يعني أسعى إلى تقليد المشاهير الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلني أصاب بكمية من الكآبة والإحباط جراء أنني لم أستطع أن أصبح مثلهم فأبي وأمي لا يقومون بتلبية أوامري ولا يقومون بتلبية احتياجاتي التي أريدها مع الوقت اكتشفت أنني أصبت بحالة من الاكتئاب والعزلة الحمد لله أن والدي وأمي وقفوا إلى جانبي وتمكنت بشق الأنفس من تخطي هذه الحالة الشيء الجميل في هذه الرسالة أن الفتاة كانت صريحة من الأول قلت لك أنا كنت أقلد المشاهير الأمر المفزع أو الخطير أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لك وحد الصورة أو تعرض لك وحد الحياة المزيفة لمشاهير المواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة بالحياة عندما نرى مواقع التواصل الاجتماعي عندما نتصفهم نرى مثلا مشهور من مشاهير الجزائر أو مؤثر يعني من يسمون أنفسهم بالمؤثرين يقول نبقى حيرة نرى نصح عايشين في الجزائر وشي هي الحياة هو اللي روي عيشها لماذا روي عيش هكا؟ أنا ثانيا أحب أن نعيش بهذه الطريقة فالإنسان يعني يفوت في حالة فوضى مع نفسه ما يقدرش يخرج من هذه الحالة يعني أبسط شيء لما تخرج أنه ممكن تخرج منها يعني بأقل الخسائر والتكاليف تريح مع هذا الموقع وش رح يجيك من هذا الموقع إلا أنك تدخل في حالة اكتئاب وتبدأ تعان في هذه المشاهير فكين والله بزيف سبحان الله يحبوا يقلبوا المشاهير في لبسهم في شعرهم وش يأكلوا وش يشربوا وش يديروا حتى هذا المؤثر في مواقع التواصل يدير شيء لا يمد لصلاة لا بالإسلام ولا بالعادة ولا بالتقاليد ونحن نروح نعانده ونروح نقلده يعني وعادي جدا فهذه الفتاة لما ريحت وحدها في أو يعني انزوت مع هذه المواقع التواصل الاجتماعي فلقات القدوة الوحيدة لها هم هؤلاء المؤثرين لأنه علاش ملقاتش البديل والبديل يشكون يديروا هنا دور الأم والأب أنه لازم نصنعوا لأولادنا البديل في المنزل ما نروحوش بره ما خلوهمش يصنعوا البديل في الشارع ماشي المجتمع ولي يصنع لنا البديل التربيات تبدأ في الأسرة أنا نصنع البنتي البديل وعلى بالي تفكير بنتي كيفاش وعلى بالي تفكير ابني كيفاش فنحاول أني نرافق الابن التاعي وما نخليهش يغوص أو أنه يغرق مع هؤلاء المؤثرين اللي يضيعوا الشباب وخصوصا المراهقين لأنه الرسالة التاعهم كما يقول لك رهي رسالة مدروسة الأمور أو المحتوى اللي رهم يحطوه ما يحطوهش فقط هكيف عن سابق إصرار وترصد لأنهم قاصدين الفئة اللي رهم حابين يوجهولها هذه الرسائل يعني هذا باختصار ما أردت أن أقوله لهاتي الفتاة وكما قلت رسالتها يعني كيفايا الحمد لله نستطعت أن تتخطى هذه المرحلة إذن أنت أو أنت عليك أيضا أن تتخطى مرحلة الإدمان عليك أيضا أن تتخطى مرحلة الإنزواء والانطواء مع هذه المواقع التواصل الاجتماعي هذه كانت رسالتي وهذه كانت رسالتكم لنهار اليوم فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى موعد آخر أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الودادي زكي العطر صافروا